الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه عن النار وأن يجعل عيشكم سعادة وأن يملأ أبدانكم عافية وقلوبكم فرحا بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها حتى من رمضان نعم حتى من رمضان غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان نعم لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب مئة خط أحب إلى الله من هذه العشر أي أن الله يحب هذا أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشيا علمت أنها تحبه لعدت إليها مشيا لأني أحب ما تحب فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله الله يحب في هذه الأيام العمل ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود في عشرين أوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام العام بنص السنة يقول الحبيب أفضل أيام الدنيا أيام العشر أحب أن يفتح لنا هذا الباب يحبه ولذلك أيها الأحباب لا بد أن نحب ما يحبه الله ويجب أن يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس اليوم غير اليوم غير ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن البعض من يقرأ القرآن في رمضان في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان نعم لعموم قول الحبيب ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد والفجر وليال عشر الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك خرجت بكل مالك فما عاد مالك وما عادت روحك هذا الوحيد الذي يستطيع يقول أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة العشر هذه أيها الأحباب جنة لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل ستجد الحج لا منخرم والصيام قد نصوم والصلاة نصلي والزكاة نزكي والتوحيد نهلل لكن وين الحج لن تجده إلا في هذه العشر المباركة أيها الأحباب أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي ما الذي يحبه الله حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المباركة أيتها المباركة أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجاً إن خرج اسمك قبل هذا كله قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسن واحداً ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا أخطر مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر قاطع طريق هو قاطع لكنه ليس لطريق قاطع لرحمه هاجر للمؤمنين كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذيني حتى يصطلح إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا هذه الأيام التي أقسم الله بها هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله درة الأيام هي جنة الدهر كله قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة وحدة ونص تنتين ودرجة الحرارة في الخارج خمسين وتقول بصلحة بكرة حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف لأنه لا يطاق الحر طيب يا شيخ تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء سجناء بنت عم بنت خال زميل زميلة أغأخ جار أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم لا أقول العصر ما أقول الظهر الآن وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل فيديو مقطع صوتي أحبك أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي اصفح عني إن كنت أخطأت علي أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمره أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد أو أرعى يتيماً أو أصلح مع ولد عمي لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب فإذا ما صلحت فهو من متلئ غل حقد غينة سببت التهجر الله أرحبه صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ديننا دين المحبة لا يؤمن يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي تمام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولذلك أحبابي القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه وكل يوم تزيد وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الأثنين الأربعاء لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه قالت صدق يا شيخ والله ناسي ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة لا أن يقطع الله عن الأكسجين الله يلبسكم العافية ولا أن يقطع عنها الله الماء اللهم لا تمتنا ضمأا لكن أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه يقول لملائكته كل من في القاعة يقبلوا رفع عملهم إلا سعد هذا لا ترفع له عملا كبيرا مصيب ولذلك الله إذا أبغض عبدا قطعه كيف قطعه قطعه من كل بركة الراتب يقول ما في بركة طيب يا أخي اللي أقل منك راتب نصف مراتبك ومع ذلك يا أخي يعيش سعادة أنت لا تعيشها القضية ليست بعدد ليست برقم هي بركة نزعها الله لذلك أقول من أجمل العبادات أن نطلق الأسارة في قلوبنا اذهبوا فأنتم الطلقاء ابن عم صاحب طيب هو أخطأ عليك طيب أنت في العشر تقول يا رب اغفر لي طيب أنت أخطأت وهو يسترك إذا أخطأ عباده فاسترهم وقل يا رب أتقرب إليك بأني أستطيع الاقتصاص وأستطيع القطيعة وأستطيع نأخذ حقي مضاعفا لكني أتركه لك يا رب الله أكبر والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من هؤلاء هم أهل الجنة الذين قال الله في أول الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض في حديث بمجموع طرقه حسن أن الله يأمر مناد ينادي يوم القيامة وش يقول الملك هذا لأهل الموقف وقد وقفوا بين يدي ربهم فليقم من له حق على الله الله صور عبد مسكين ضعيف آمام الله حافي عاري أغرى مشدوه خائف النار مجذوبة والشيب قد غزط أطفال والأم قد ذهلت ووضعت ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم سكارا ثم يقول الملك اللي يلحق على الله يتفضل الجنة بلا حساب بلا حساب الله أكبر من اللي يقوم قال فلا يقوموا إلا العافين عن الناس في تلك الساعة أتمنى أبناء عمي كلهم ظلموني وضربوني وخذوا مالي وسفهوني واحتقروني وأعتقتهم لله حتى يكون حقي على الله شيخ إذا حقك على الله أن بعض الناس يقول يا شيخ عشاني عشاني سلم عليه قل والله عشانك يا فلان أبشر طيب عشان نفسك عشان ربك يا أخي ليس ليس حتى يرضى عنك فيكون حقه حق عليه أنا أطلت في الجزئية هذه لأني لو أتكلم عن خزان أرضي الآن كل مبنى من المباني يوضع خزان أرضي وخزان علوي الخزان العلوي كيف يصل إليه الماء عبر مضخة طيب لو كان الخزان الأرضي ممتلئ والمضخة متعطلة هل يصعد؟ أنا مني بسباك لكني أفهم أنه لا يمكن أن يرتقي الماء من الخزان الأرضي إلى العلوي إلا بمضخة طيب إذا المضخة متعطلة سيعطش من كان فيه فوق نعم بعض الموتى في قبورهم عطاشا ليس لأنهم ليسوا من أهل العمل الصالح لا قد عملوا وعملوا لكن كانت في ثقوب في قلوبهم في ثقوب في التوصيل للآخرة بينه وبين واحد شحناء لاحظوا في كتاب الله من المحزن وأنا أتيت هنا لأنشر الفرح والفعل لا للحزن لكن جيد أن يكون الصدمة الكهربائية للقلب أحيانا حتى ينبض من جديد يفعلونها في الطوارئ فأقول لهذه الصدمة لعلها في أول العشر لنعيد العلاقات لا كما نريد إنما كما يريد الله أقول إن بعضنا معاشر في الكتاب الله في كتاب الله الله ما لعنى ما لعنى الزاني وما لعنى السارق في السنة لعنى السارق لكن فصل القرآن ما لعنى الله السارق ولا الزاني على أنها كبائر موبقات لكنه لعنى قاطع الرحم من الخطورة لماذا؟ لأن القاطع الرحم يتحدى الرحمن الله اشتقى للرحم من اسمه الرحمن اسماً ثم أعلن في الكون كله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته اقرأ في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لا حد تفسدوا في الأرض يعني قطع الطرق الإرهابيين جمعهم الله مع قاطع الأرحام ثم أعطاهم الحكم العام أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم طيب معاهم شهادات واحد معاه ماجستير واحد مع دكتوراه واحد منتخرج من الشريعة واحد من الصيدلة واحد من الطب يا شيخ ما يقرؤون لا يقرؤون يقرأ الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها المشكلة في القفل 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 والمفتاح مع الشيطان يلا حلها طلع فكها القفل هذا وكل ما أراد أن يصل قال هذه أبا أكلم بنت عمي أشوف أسلم على بنت خالي أسلم على والد عمي لأحدنا أسلم على يا أخي ما لك خيار لا خيار هي ثلاثة أيام لا خيار في الحديث الذي رواه البخاري لا يدخل الجنة قاطع قال الراوي قاطع رحم الله رحمن يحبنا أمد في أجالنا لكنه يبغض بعض الأعمال بغضا حتى أنه يلعن صاحبها لأنه كأنما هو يقف أمام الله معاندا يأمر الله أن يوصل وهو يأمر أن يقطع جميل إنسى الماضي بعضهم يقول العتاب صابون القلوب هذا صابون من منتج من مصنع إبليس لا تعاتب أحد الله يحفظك لا تعاتب أحد الله لأن بعضهم يقول والله أنا سمحت لك لكن والله أنت منتبك فوق خلق خربت ذلك أعد من جديد ما يصلح يا حبيبنا يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي أستغفر الله إن أخطأت علي الله بيحك ويحل لك يا أخي في القلب مساحة أن تحاب وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب الله مغنين عن بعض لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصيلك كما كنت أصيلك جميل يا أخي أنس الماضي قل يا ربي عجلت إليك لترضى لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه يعطيك صحة في بدنك انشراح في صدرك الإنقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحلو ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الإنقباض الذي أنت فيه الخوف الداخلي الذي أنت فيه هناك اعتلالات نفسية هناك اعتلالات بدنية لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية ما الذي عملته حتى توترت علاقتك هو توترت علاقته مع الله خالق الأمن خالق السعادة خالق الأنس صلحها مع الله ويا أخي الحبيب نحن أنا من الأدلة أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض لو أن الآجال تأتي برسالة جوال أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيقة لشان ما انتفائل عليكم الله يجعل عماركم أطول من عمري فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم صوروا يا أستطيع أن أتواجه معكم وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة ثم أتت رسالة بعد خمس قائق قال وقد مدد الله لك خمسين سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك خمسين سنة وش رأيكم يا ربع أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل والله ما أحب رأسه يا شيخ لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت أموت عند التخصص هنا هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين من أحب أن ينسأ له في أثره ويمدل لو أقول لك الله يرزقك مليار دولار ويقبضك بكرة بعد العصر ما تقول لي الله يكفيني شرك يا شيخ ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر الله لا يسلط الله يكفيني شرك لا تدعو علي ولا لي فكني بس من شرك لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر ولذلك يعطي الله الواصلين عمراً ورزقاً مديداً لذلك بماذا آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله متى أسمى واصلاً فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق إذا وصلت من قطعني في خطأ كبير في حياتنا خطأ استراتيجي هو أننا لا نصل إلا من يصلنا البوكيل ورد والحلاو والزيارة ليه قالوا لأنهم يوم ها جابوها لنا وعطونا حضرت زواجهم ليه قال لأنهم حضروا زواجنا لم عطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا فصارت حيات بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة لا الجمال في حياتك أن تعطي من منعك تصل من قطعك ترخي العطايا والهدايا على من حرمك لماذا؟ لأنك لا تبغى منه شيئاً أنت تبغى من المنان من الرزاق من الواحد إلى أحد أقفل في هذه المحور أخذت نصف كلمتي أو أكثر لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب والله لو أضع على رأس واحد مننا كيس أرز كيس لا أرز أربعين كيلو وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك ألف كيس والله ما يتحمل ساعة إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا ليه ما تطلعهم الله يجزاك خير لماذا شائل الغم هذا والهم والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا ولا موقف في حياته عليه الصلاة صلوا عليه وسلموا تسليما ما في موقف اقتص لنفسه حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبيذ جهل إذا رأيتموه متعلقا بأتستار الكعبة فاقتلوه يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر عند زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة قال عفونا على فذهبت وين وجدتها وجدتها في البحر يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة مهب للجدة راح لتهامة هارب فردته فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر وين ازعى لي يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق انتهت أقبل أنتذا أقبلت إلى الله انتهى الرسالة الثانية أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات لأنك أذنبت تدخل الجنة شيخ تأمل فيما تقول أتأمل وأنا متأكد من كلامي ذنوب سنة كاملة جينا اليوم لأي أفضل لأيام الدنيا فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة وكل يوم يذنب عشرين ألف ذنب فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات فلما مات الحسنات قليلة لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه إذا قالوا تنزيلات يكتب ستين في المئة وتحتها خمسة في المئة هي كلها خمسة ونروح لشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم نريد التنزيلات ما رأيك في هذا التنزيلات الجميلة ذنوبك كلها لا تغفر الله أكرم من أن يغفر لك أكرم لأن المغفرة أمر ممكن أنا أسمح لك أنا أخطيت عليك يا شيخ أسأى الله يغفر لك لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني والله هذه آسف ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك الله وله المثل الأعلى يجعل الذنوب حسنات من الذي ولاحظوا يا أحبابي من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات من هو المشرك والزاني والقاتل الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل ولا يزنون كبيرة ومن يفعل ذلك يلقى أثام لاحظة التهديد يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا توقف قلب المؤمن قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يا ربي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله لا تستغرب ليه لأن الله رحيم الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل لاحظ القرآن بسم الله ماذا بسم الله القوي المنتقم لا بسم الله الرحمن الرحيم لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين حتى لا يقنط العبد رحمة واسعة ورحمة واصلة رحمة الدنيا والآخرة ورحمهما لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه لا تقول ذنبي كبير قل ربي كبير لا تقول ذنوبي والله يا شيخ لو تدري وشي سويت أنا ما أدري ولا أبي أدري لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب وارفع على المكيف أبوه يدري أن الولد الله يحفظ منزوع الدسم فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل الله يعني يمكن يعصي الله فقال لبابا أبوي قال نعم قال لا لا تفتح الباب بس أبغى أذكرك شيء أن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه قادر يوقف الأكسجين وتموت لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل بصلاح البطل جميل جميلاً يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي أحطاني عمر يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجده كبروا تكبيره لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال العرب